اشتركوا في القناة 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 أخوتي تقريبا عام أخوتي وشي خمس شهر عمر شي واحد عيت لي أخوتي أخوتي أمور الورقة سديلة كما تكشوف أخوتي عندي وعني عمر أخوتي شي واحد عيت لي وانا ما كنت بشي عليكم تضررت أخوتي بزاف هذي وليدته صغار يعني نقصين من الحلن دموهم وبزاف الحوائج أخوتي ما شاء الله يعني الجلال قلت لي بيننا مدرك ما تتقدرش الوليدات صغار بزاف ما تتقدرش تخليهم وتمشي تخدم كانت في الوقت اللي كانت ذلك الولاد وثالت مشي كما تقول أخوتي أخويا شغالوانا قالت ان حانا إسمك معهم ونازق عمي يبغوا يقري عليهم بالولد ياؤلت سنين معنا التزام ورثما ولادت سلقى عشي حاجة للولاد وليس حاجة في الطارم ومعباد الله ما توجدوا ويحملنا مسئولية ما يوم تكرف السخوتي تعيطي لواحد الناس مدينة مررك يساك الله يعد يهم الخير قالوا لي لقد قبلت علي نجيب وليداتك واجد بالمدة لتشعة شهر أخوتي وانا قلت سنة في مراكش نقلب على الخدمة و هذا الله غارب أخوتي ما شاء الله و الوليدات يعني وش يسولوك على مهم لا يسولوا على مهم أخويا الوليدات يسولوا بالليل تبقى يترفف ماما هنا أخوتي خلافية واحد اللي عمري غاد ينساها نعم أخوة كون نبغي نساك تنشوف وليداتي تنفكر ما شاء الله ماذا كنت تنمسانة وانتوا لم تكنوا مجوجين أخوة كنت صغارة نعم 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 لم يكن أخي أخي ومصرفت معي أم الله بنصي يصورها في المقبارة يعني باش ما ندوزه الشيء باش ما يطماءن الشيء خلي نكلم ميكرا عفك يعني باش يطماءن بينه يعني باش يطماءن بينه فالصونيت عليها قلت له ما حقكش تصور قلت له انا قلت له قلت له القنازرة مغير كان شي واحد فنان عاتي يتصورش كل كاميرا واده قل لي لا ارتعجبني ذاك المنظر وما زال عندي تشجيل دياله أخوتش قلت لهؤلاء اسعاف اللي اتداني نعم و هاة من انتوبت الله حمو السعلي اش اللي خاص وليداتك واحدة مرحبا عمرو امه اسي ابي اخو اذتي واحدة عندها خمس سنين الاخر عنده تمام سنين ما شاء الله و اش ما هو النقص اللي عنده وليدك اخوارك عارف العمر شي حاجة العمر متل تعود يا اخو العمر انا اخوان دي لان دي لان احنا لانتعطيها حال لانت تعطيها امه ما اقول ما شاء الله كيف تشوف حياتك بلابيا ؟ اخو ايضاية من خلطانا حقوق القانون رجل وليتك رمسه كيف سوف تكفيك بلابيا ؟ بلعض وقف معنا يساعدنا ونقوم بالنوائام لا يمكنك عمل اطيف هل تستطيع أن تسمح على أولادك؟ لا أستطيع أن أخوتي وفي أسئلة يقولون أن يحسرون في الخيرية لأن أولادك أخوتي أخوتي أعرف أن يبيع كلينكس أنا هنا في الشارع و لا أفرط فيه لا أستطيع أن تفرق على أولادك نهائيا لأن أقرأ في كومنتر و أحد السيدة قلت لك أن أشدهم لك وقت ما يأتي لا أستطيع أن أفرط أولادك لأن أخوتي أمانا قبل أن أتصل إلى اليوم قلت لأنك أفرط فيه و أنك أشخاص فيه لا أستطيع أن أؤسس مثل هذا ما يصبح بإخوتي أصبح أفرط فيه أنه يقوي أن أخوتي لاً قلت لك أن أخوتي أن أمانا بحفظ أمانا قلت لك أن أخفي لله قلت لك و أنني أرأت لك قلت ل إنه أعمالية خاطر لكن أدني لي وأصبح تقسف قلت لك كيف أخوتي أرغب أن أتفكر أفرطي على رجالي في الصندوق أن أتفكرART ماذا يقوي فيها ماهوغ ماهوغ أي أنت أن تسيدك جلال ما يفوقف معك في جنبك لكي تتجعل الجرائيات القانونية ما شاء الله يعني بحث أنت اللي وقف معك في القضية دي المرتك بشأنك تدل جراءات القانو ديك تسترط لحق ديك ده ولا هدف ديك أول هدف أخوة مالودة عيني شي جمعي أخوة يتعاون نوال وعيني ما نقلبه ولوضال أي تمعيه ما نقلب أخوة أخوة فمركش مالودة شي حاجة أعاوني بالوليد نعم يعني بغيتش اللي عاونك فيهم يعني تل عمال قليل أخوة نتضيف السيارة حالياً فمركش أخوة نتضيف السيارة عنادي نعم نعم وبغيتش اللي عاونك فيهم بالنسبة للحواج والكسواء أخوة أخوة رأى الله غالب رأى الكرة ومعزاب الحواج أخوة أخوة خدمة مكانش رسمية نهار تخدم نهار ما تخدمش نهار ما تصور نهار ما تصور شرالي الله محمد رسول الله ان شاء الله يكون خير ان شاء الله أخوة يا جلال اليوم حنا مع قصة جلال يعني بعد ما فقد الزوجة ديه وللأسف يعني بسبب الخطأ ديال طيب بيتشوف بأنه في الوقت اللي كنا دائما تنقل لكم من خلال مباشرة آآ مباشر آخر يعني يعني تنشوف بأنه أغلبية النساء والأهربوع اليوم رجالهم وخلوهم خلوهم يعني الزمان وخلوهم في التشرود وخلوهم اليوم تنشوف قصة قصة مغيرة على القصة اللي تنشوف دائما فالجلال كيف مكان الحال وكيف مكان الظروف ما باش يسمح في جوج وليدته اللي خلت لي المرأة الزوجة دياله الله يرحمه ويستعي لفضنا يعني خلت لي واحد جوج وليدته واحد وقعد عنده في العمر ديال تمس سنين واللأخوة عنده خمس سنين كما تقول جلال وخلو نخرج لنبيع كلينيكس ولان ديال اللي كان وما نسمحش في جوج وليدات اللي عنده أمانة خلتهم لي مرتي وما كبدا ديالي يمكن يشكي في مكان الظروف جلال اليوم اللي يجل في مدينة مراكش يعني ما يقدرش أنه يتحمل في مدينة الضربدة يتحمل يعني الفرق ديال الزوجة دياله وكذلك أنه في أي بلصة في الضربدة تتفكروا في الزوجة دياله يعني يجا وقفوا معه الناس هنا في مدينة مراكش باش أنه يدير إجراءات القانونية باش يسترد الحق دياله الحق دياله يجوج وليدات باقي صغار يعني واحدة عنده خمس سنين والأخوة عنده ثمان سنين بالإضافة أنه ما يقدرش يخرج يخدم لأنه يعني الوليدات باقي صغار باقي خصوم الاهتمام باقي خصوم التربية باقي خصوم الحنان خصوصا أنه في كل لحظة تتفكروا الأم ديالهم في أي دقيقة يعني تسولوا الأب ديالهم على الأم ديالهم فتنتمنى من خلال هذا المباشر الله يجازيكم بخير وطول عمركم تنعفوكم يعني تنعفو المغربة كلهم يعني المغربة الحرار أنه دائما مبادير الخير ودائما تبديهم بالخير الله يخليكم تنتمنى أنه ود المباشر أدم يقش بين يدين حنيا نبرتجه قدر الإمكان نساعده قدر الإمكان راقم الهاتف راقم الهاتف راقم المطفر من خلال هذا المباشر نوقفه بجنب جليل على القليلة يستقر في الحياة دياله ونطنعفو بأنه إجراءات القانونية تكون شوية طويلة ومعقدة وخصة يعني السنوات وسنوات على العموم حين الهدف ديالنا وهو جليد روكا هو في ضر الكرة جليد الاستقرار هو بهذه الوليدات يعني يكون عنده واحد العمل قار ليقدر يعيش به وعيش به هذه الوليدات ولماذا لا الناس اللي فيهم الخير يتعاون مع أعلاد الوليدات يعني بالنسبة للبعث ومنسبة الأمور ديالهم ديال الحياة ديالهم والله يضع أزر المحسيني الله يخليكم نساعده ونوقفه بجنب جليل في هذه اللحظات راقم الهاتف راقم نطفر من خلال هذا المباشر في العنوان بالنسبة اللي بيساعد واللي بيعون جليل الله يخليكم راقم الهاتف نطفر من خلال هذا العنوان والله يجزيكم بيخل نعاونه على قدينا ومن خليوش هذه السيدة ده باركة للحلقة اللي في قلبه من زيدوش تلهم ديال الدنيا شكرا لكم وتحياتي لكم وتتابعينا من خلال هذا المباشر